باشرت شركة أدنوك للتوزيع تنفيذ استراتيجيتها للتوسع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022 بافتتاح 47 محطة جديدة محليا ودولية محققة بذلك نحو 80% من هدف توسيع شبكة محطاتها لعام ليصل إجمالي عدد محطات الخدمة التابعة للشركة إلى 547 محطة في حين أن الشركة تعتزم المضي قدمة في خططها لافتتاح ما بين 60 و 80 محطة خدمة جديدة قبل نهاية هذا العام من جهات أخرى أضافت الشركة خطط توسعها في المملكة العربية السعودية ليصل بذلك إجمالي عدد محطاتها في المملكة إلى 66 محطة